النهاردة هعمل معكم اكلة سهلة وبسيطة وهي الكشك المصري او كشك المصري هنعمله على اصوله بطريقة سهلة وحلوة جدا جدا مش هياخد معنا دقايق في التحطير تعال اقول لكم انا بعمله ازاي وده مش كشك صعيدي ده الكشك المصري العادي هنشوف ازاي يطلع معك بالشكل ده اول حاجة معايا 3 معلق دقيق وعليهم كوباية كبيرة زبادي هخلطهم مع بعض كويس قوي بقتين هضيف عليهم كوباية كبيرة لبن وهقلبهم مع بعض لحد ما الدقيق يدوب كويس بس كده وهسيبهم على جنب دلوقتي بعد كده في حلة صخنة على النار هنزل بمعلقتين سمنة وعليها معلقتين كبر زيت وهنزل ببصلية كبيرة مع الطعام وكعبات كده وعليها رشة ملح وهقلب لحد ما البصل يتحمر خالص زي بصل الكشري كده بالشكل ده كده كان يتحمر معايا هخرجوا بقى في طبق بره بمصفة وبنفس الزيت والسمنة اللي في الحلة هضيف كوباية رز مصري مخصولة ومعها معلقة دقيق كده مش كبيرة هقلبهم مع بعض بعدين هضيف عليهم كوبايتين كبر من الشربة او المرقة واول ما يغلي ههدي عليه النار وهسيب الغاية لما يستوي واول لما يستوي الرز بالشكل ده هنزل عليه بقى بخليط اللبن والزبادي والدقيق هقلبهم تقلبتين كده بعد كده هروح اضربه في الخلاط او بالهند بلندر وهرجعه تاني على النار دقيقة كمان كده واخر حاجة بقى هضيف معلقة كبيرة كده من القشطة البلدي بتخلي طعمه طحفة بس كده بقى جاهز معي وقوامه حلوة قوي هنقدمه بقى في الاطباق وهزينه بالبصل المحمر اللي شلناه على جنب بنقدمه مع فراخ مسلوقة اتمنى تجربوه بالطريقة دي متأكد انه هيعجبكم وبقى الفهنة وشفا ترجمة نانسي قنقر